ما زال المستثمرون يركزون على بيانات التضخم هل ستنطيهم إشارات ربما خلاف ما أعطتنا بيانات العمل التي صدرت من أسبوعين تقريباً اللي كانت مخيباً للأمال وقالت أن الفدرالي ربما سوف يتأخر في اجتماعه نهاية هذا الشهر من تجديد أو تقليص على الأقل برنامج شراء السندات إذا أتت بيانات التضخم غداً متوقعين 5.3% وهي أقل من الشهر السابق إذا كانت أكثر من ذلك ربما ستعيد علينا أو تعيد على الأسواق فكرة أن الفدرالي بالتأكيد حياطينا إشارات أكثر حدة وعلى الأقل أكثر تأكيداً لأنه ماشي على نية تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه هذا الشهر ولا ينتظر كما هو المتوقع ربما بشهر ديسمبر لأن ينتظر على الأقل بيانات شهرين من العمل من الآن إلى ديسمبر بالفعل من جهة أخرى الكثير من المؤثرات تنعكس على أسواق الأسهم ولكن القصة الصينية ضغوط على الشركات تنظيمات جديدة دعوات إلى اندماج مثلاً لشركات صناعة السيارات الكهربائية قراءتكم وتقييمكم لكل هذا وانعكاسوا على أسواق الأسهم مع الخسائر الكبيرة التي نرأيناها اليوم بالصين نعم يعني الصين أيضاً ماشية قدماً بالنسبة بتغيير القوانين وتجديدها ربما أيضاً للحد من الاحتكار لبعض ما تراه لبعض الشركات هو منعاً للتضخم في قطاعات معينة لا أعتقد أن هذا سوف يستمر المستقبل بالتركيز عليه كثيراً هناك أيضاً بيانات اقتصادية مهمة سوف تصدر هذا الأسبوع من الصين ندست في البردكشن الانتاج صناعي وأيضاً ريتيل سيلز مبيعات التجزئة يوم الأربعاء الأسواق سوف تنتظرها من الصين مؤخراً طلب العالمي على الصادرات من الصين كان مرتفع هذا كان مؤشر ربما على وجود حالة من التفاؤل للتعافي الاقتصادي وتحسن الطلب بعد عمليات الإغلاقات وإعادة فتح الاقتصادات برأيكم إلى أين يسير هذا النمو؟ هل فعلاً سنكون عند مستويات إيجابية بالنمو الاقتصادي؟ يعني من الواضح هكذا نحن ماشيين يعني من الكثير من الاقتصاديات خاصة الكبرى ابتدت تتعافى ابتدت تنفتح السفر ابتدى يعود في كثير من القطاعات مرة أخرى نعم هناك بعض العرقلة هناك بعض القلق إذا ارتفاع عدد الإصابات رأينا مع ذلك عدد الإصابات مع زيادة نسبة التلقيح في الاقتصاديات المتقدمة نتكلم عن الولايات المتحدة إنجلتر أو أوروبا تقل إذا زادت الإصابات في الاقتصاديات الأخرى خاصة الناشئة الصين أو الهند ربما نرى بعض التشاؤم بالنسبة للأسواق لكن في الوقت الحالي هذه الصفة الإيجابية بالنسبة للأسواق ما زالت مستمرة ونتمنى أن تستمر من الآن إلى نهاية هذا العام هذا طبعا هيكون داعم لأسعار السلع أهمها الطاقة وغيرها من السلع الأساسية مع قرب نهاية هذا الشهر لدينا اجتماعات بنوك مركزية عالمية عنا طبعا اجتماع للفيدرالي وعنا من جهة أخرى اجتماع للمركز البريطاني بـ 23 سبتمبر بداية على صعيد الفيدرالي هل من خطوات جديدة قد نراها أو لهجة مختلفة لأن التضخم يثير الكثير من القلق نعم هذا ما ننتظره نحن رأينا في تلميح من جيرون باول بمنتدى جاكسن هول أنه علينا أن نتوقع بدء تقليص شراء الأسندات أتوقع أنه إذا كانت كما ذكرت في البداية إذا التضخم كان فعلا مرتفع غدا في البيانات التي سوف تظهر أتوقع الفيدرالي سوف يؤكد ربما أنه ماشي قدما في تقليص شراء السندات وسوف يطمئن الأسواق أنه هناك فرق من تقليص شراء السندات ورفع الفائدة ربما سوف يطمئن الأسواق لأنه لا نتوقع رفعا بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في القريب العاجل أو حتى قبل نهاية ربما العام المقبل أيضا ما فاقم الأمور في المملكة المتحدة من جهة كورونا وأزماتها وأيضا لبراكزيت وتدعياته وبعض القضايا الشائكة فيه حتى في موضوع الصادرات من بريطانيا إلى دول بالاتحاد الأوروبي كثير منها لسيما بالقطاع الغذائي تعطلت وبالتالي رأينا أنه عدد كبير منها يتم إطلافه كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ هل ستتفاقم أكثر هذه الأزمة على صعيد التجارة؟ أتوقع ذلك هذا ما نراه إحنا ذكرنا ربما في السابق أنه التذكرين إحنا دخلنا في البراكزيت بداية هذا العام وقلنا أنه المشكلة أنه كان الكل مركز على كورونا وتدعياتها عاجلا أم أجلا سوف تركز المستوردين والمصدرين على هذه العرقلة في سلاسة التصدير والاستيراد من وإلى الاتحاد الأوروبي الذي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة فلا أتوقع أنه سوف ننتهي منه قريبا شكرا جزيلا على وجودكم معنا من دبي الخبير الاقتصادي علي حمودي